الموضوع الثاني عدد أبو قدرو والكتلة المولارية أهداف الموضوع يرجى في نهاية الموضوع أن يكون الطالب قادرا على أنه يعرف كل من المول وعدد أبو قدرو يحل عدد من المسائل الرياضية المرتبطة بعدد أبو قدرو والكتلة المولارية المشاط الأول أفكر أتعلم في هذا المشاط المطلوب الإجابة عن السؤال التالي كيف يمكن التعامل مع الزرة برغم من صغارها المتناهي المول كتلة الزرة صغيرة جدا لا يمكن التعامل معها بمفردها ولكن يتم التعامل مع تجمعات ذرية تسمى المول المول تجمعات ذرية تسمى المول النشاط الثاني أبحث أتعلم هذا النشاط يتطلب الإجابة عن السؤال التالي ما هو المول وماذا يقصد بعدد أبو قدرو المول كمية كمية المادة التي تحتوي على عدد من الزرات يساوي تماما عدد الزرات الموجودة فيه 12 جرام من الكربون 16 يبقى المول كمية المادة التي تحتوي على عدد من الزرات يساوي تماما عدد الزرات الموجودة فيه 12 جرام من الكربون ستة 12 طيب عدد الزرات الموجودة في المول تسمى عدد أبو قدرو قمت كم عدد أبو قدرو ستة بوينت زيرو اثنين ثلاثة ضرب عشرة أس ثلاثة وعشرية عدد أبو قدرو ستة 23 من ألف ضرب عشرة أس ثلاثة وعشرية عدد الزرات يساوي عدد المولات ضرب عدد أبو قدرو النشاط الثالث أطبق أتعلم احسب عدد الزرات الزنك الموجودة في كام 553 من ألف مول من الزنك على طول عندنا القانون بتاعنا ان عدد الزرات يساوي كام عدد المولات ضرب عدد أبو قدرو عدد المولات كام أهو عدد أبو قدرو أهو ستة 23 من ألف ضرب عشرة أس ثلاثة وعشرين ناتج 33 من مية ضرب عشرة أس ثلاثة وعشرين زر نشاط آخر مطلوب منك احسب عدد الزرات الموجودة في واحد من عشر مول من الحديد على طول القانون بتاعنا بيقول ايه؟ عدد الزرات تساوي عدد المولات ضرب عدد أبو قدرو عدد المولات كام؟ أهو عدد أبو قدرو على طول قيمة سابتة ما ننساش خالص لا تتغير يبقى واحد من عشرة ضرب ستة 23 من ألف في عشرة أس ثلاثة وعشرين هتساوي ستة 23 من ألف في عشرة أس ثلاثة وعشرين نشاط آخر احسب عدد الزرات الموجودة في واحد مول من الحديد القانون بتاعنا على طول بيعرفنا خلاص عدد الزرات يساوي عدد المولات ضرب عدد أبو قدرو عدد المولات ضرب عدد أبو قدرو عدد الزرات هيساوي عدد المولات كام؟ واحد هذه واحد عدد أبو قدرو على طول قيمة سابتة لا تتغير ستة 23 من ألف في عشرة أس ثلاثة وعشرين إذن عدد الزرات الموجودة في واحد مول من الحديد هتساوي ستة 23 من ألف في عشرة أس ثلاثة وعشرين في نهاية الموضوع لخص ما تعلمته